ازاي ممكن تعمل لوكيميا مر علينا في التاريخ احداث مشهورة جدا انفجارات حصلت في اليابان هيروشيما ونجا زي الحقيقة بعد ان لما حصل الانفجارات ديت حصل ان اللي عاشوا من الشعب الياباني اكتشفوا عندهم لوكيميا بأنواحها المختلفة في السيرفايرز اللي عاشوا وكانت دمار على مستوى المباني وعلى مستوى الصح طبعا احنا شايفين الصورة الجميلة ديت الصورة الجميلة ديت بتوضح لنا ازاي اليابان وصلت دلوقتي للتقدم والتكنولوجيا بعد ما اتهدت تماما بسبب الايه اللي هو الانفجارات اللي حصلت فيها مش بس الراديشنز دي ممكن تكون قنابل او كده لا ده ممكن تكون ازر راديشنز اللي اتعرر لها في حياتنا اليومية على سبيل المثال الاجهزة الاجهزة المشعة اللي بتشعة كل الاجهزة اللي بتشعة زي الكمبيوترات وزي الريسيفرز وزي الابراج المحمول وزي الجوالات والحدي كلها لازم نحاول وزي المايكرو ويفز وزي كتير جدا من الاجهزة بتشعة راديشن لازم ناخد احتياطاتنا ونخلي بالنا منها ونتعرضش بيها بصفة دائمة مايبقاش فيه خونيك باستخدار للغاية